احتفلت رعية دير المخلص للاتين في القدس باختتام الشهر المريمي وشارك في الاحتفال بطريار في القدس للاتين بير باتيستا باتس بالا وعدد من المطارنة والكهنة والرهبان والراهبات وجمع كبير من المؤمنين وقد رأس القداس الإلهي في كنيسة دير المخلص الأب أمجد صبارة لتبدأ بعد القداس الدورة التقليدية التي ترأسها البطريار باتس بالا حاملاً أيقونة مريم العذراء والتي انطلقت عبر أزقة البلد القديمة لتنتهي في ساحة دير المخلص حيث منح البطريار بيتس بالا البركة النهائية للمؤمنين وبعدها قام أفراد من منجوعة كشافة الكاثوليك العرب بحمل شخص مريم العذراء ليجوبوا فيه شوارع حارة النصارى في البلد القديمة